السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما انتكونوا بخير كل سنة وانتم طيبين هنبدأ نعمل سلسلة تجهيزات العيد ان شاء الله هنعملها بالحاجات اللي عندنا وكمان هنعمل حاجات جديدة انا كده عندي البراد بتاع الشاي دوت ده براد قديم شوية بس هبدأ ان انا اجدده علشان عايز اعمل ركن صغير كده للشاي احنا منحب دايما نشرب الشاي في البراد الازياز دوت فهنجدده بطريقة سهلة جدا انا كده فككت كده البراد معي بكل اجزائه وجبت اسبري لونه احمر وهعمل قعدة عربي بسيطة كده هيبقى شكلها حلو جدا اللون الاحمر ده هو اللي طالع تريندي او اليومين دول وكل الحاجات التوركي اللي نازلة هتبقى باللون الاحمر او الدهبيات يعني اللون الدهبي والاحمر هم اللي هيبقوا موضة دلوقتي انا كده جبت كوباية مع البراد وهدهنها انا برضو مش هصب فيها حاجة رغم ان انا هرشها من بره بس بس انا عايز يبقى الطاقم بتاع البراد متكامل مع بعضه هي الكوباية دي ملهاش دعوا بالبراد بس انا هعملهم كطاقم باللون الاحمر مع بعضه انا كده برشال اسبري الاحمر ده جميل قوي يا جماعة نوت لكم كزا مرة على لون اندرو دوت مش مكلف خالص سعره 15 جنيه بس بيكفي معاكم لكمية كتير جدا لو عايزين تعملوا طاقم تجديد للعيد او تجهزات العيد هينسبكم لو عملتم اكتر من فكرة انا كده خلاص هبدأ بقى ان انا اجمعهم بعد كده خلاص مترش معايا وبعد كده مش عايز اسيبه سيادة زي ما هو كده انا بيبقى عندي على طول شرائط كده بابقى اعملها بالمقص اللي هو بتاع الشرشرة هبدأ كده ان انا اعملها به انا كده جبت الجليتر به علشان هو ده التريند زي ما انا قلت لكم الاحمر والدهبي فانا حاولت ان هم يكونوا متنسخين مع بعض اللونين بحاجة هيبصوا بسيطة جدا زي سبري بس هي اللي كلفناها والبراد والحاجة عندنا هنعمل ديكور حلوة جدا الديكور ده انا كنت عايز انزله في رمضان بحيث ان هو يكون لما ييجي ديوف يا بشاي موجود جوه البراد في سنية التقديم بس انا قلت يبقى تبع سلسلة العيد علشان التجهيزات كلها تبقى واربعض لان احنا هنعمل ان شاء الله اكتر من فيديو هيكون حاجات يعني اللي اتطلب مني ان انا اعمل حاجات من الموجودة في البيت فباذن الله السلسلة دي كلها هتكون معظم الحاجات فيها اللي موجودة معي في البيت يعني هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نكلفش حاجة او نعمل حاجات من برا لان الكل عايز يجدد الحاجات من اللي عنده بصوا الشكل من الاول خالص كان لونه عامل زي ما يكون رمادي كده ما كانش حلو بصوا دلوقتي يبقى لونه احمر بيلمع وشكله شيك جدا نفس الكلام برضو هعمله في الكوباية هبدأ برضو اجيب قطع كده الشرشرة دي بيبقى فيه مقصات اشكال كده للشرشرة ممكن تجيبوه بالفوم الجليتر او الجليتر اللي هو الخامة ممكن تعملو به التزيينات زي ما انتم شايفين كده الميزة بقى ان انتم بتمفردوا بالحاجة دي لكم انتم بس يعني مش كل الناس بتكون عاملة نفس الفكرة او مش بتبقى متدولة لاني يعني الواحد بيحب يكون منفرد بالحاجة اللي عنده في البيت يعني معظم الناس بتجيب حاجة بتبقى موجودة في السوق بتبقى عند كل الناس لكن لما بتعملوا الحاجة دي بيديكم بيبقى شكلها زي ما انتم شايفين فكرة سهلة جدا وبسيطة وتجديد في النهاية بقى شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين نسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب cuántشكر guدليكم مصر